لكن كولر في المؤتمر المؤتمر الخاص بالمباراة تأكداته على جهزية الاهلي رؤيته للمباراة نشوف هذا المؤتمر الذي عقده قبل قليل في جروة السؤال كان عن انطبعاته عن المباراة بكرة احنا قدامنا ماضيش صعب عايزين نعمل كل حاجة عشان خاطر نحنا نظهر بشكل رائق ونحن نكسب المباراة بكرة عارفين ان احنا قدامنا في الصعب عايز هو كمان انه يحصل على اخر نقاط او انه يحصل على نقاط مباراة بكرة على ارضه وبالتالي حيبق المباراة صعب علينا لكن احنا عارفين ده وعايزين نعمل كل حاجة عشان نقدر ناخد تلات تقاط بكرة وإذن الله ان شاء الله ما بتفكرش في المرحولة اللي بعدية بتفكر دلوقتي شو مرحل انتع بكرة ونحن نتكلم عن المباراة فقط نتكلم عن المباراة ونحن نتكلم عن المباراة فعارفين ان المباراة يدي لعب دوله ونحن نعرف كل يوم فعندنا الازمين دي كل اللي عندنا ان شاء الله بالنسبة لسؤال كان عن الاهل مكسبشه ولا ماتش لغاية دلوقتي في دور المجموعات خارج ارضه هل هتبقى بكرة الحصوص والسؤال التاني كان عن رأيه في فريق القطن اول سؤال هو اهل الارد حقيقي لأسف احنا مكسبنش ولا ماتش لغاية دلوقتي بره ارضنا لكن هنحاول بكرة انه هو يكون اول مكسب لكن انت بتحاول وبتسع ان انت تكسب خارج ارضك ولكن طبعا قدامك فريق تاني برضو عنده لفت دوافع وعنده الرغبة ان هو يكسب على ارضه فبتوقع الامور مش اسهل حاجة لكن احنا هنحاول نعمل كل حاجة واهم حاجة من نسبة لنا ماتش بكرة دايما احنا هنفكر خطوة بخطوة وماتش بكرة هيبقى اهم ماتش بالنسبة للقطن انا اتفرجت على ماتشات للقطن اتفرجت على ماتش الاولاني بتاعنا معاهم تاني هو فريق كويس فريق عنده سرعات بقدر يوصل بالجون كتير وحتى ضد الهلال لعد ماتش كويس جدا وخلق فرص كتير جدا ضد الهلال لكن ما كانتش محرص منه اهداف وفي الكرة لما بتحرص اهداف او تحول فرصك لاجوان بتبقى الامور اصعب شوية لكن هو في النهاية فريق جائي جدا بالنسبة للحظوظ الاهلي مرتبطة بيه هو بس ولكن ولمتعاق بسان داونس احنا قد المرسل كولر قال احنا لازم احنا نبص لنفسنا الاول باهم حاجة ان احنا نحاول نكسب ماتش بكرة لكن بالتأكيد زي ما نقولت في البداية ان ماتش يوم السبت ماتش مهمة بالنسبة لنا جدا ماتش الهلال مع سان داونس الموضوع حيبقى على حسب هالسان داونس عايز ياخد يبقى اول مجموعة لا مش فارقة معاه الحاجات التانية احنا بنتمنى يكون فيه ولعب نظيف من سان داونس ضد الهلال عشان خاطر تبقى حظوظنا اهلا ان شاء الله بس المهم الاهم ان احنا نبص لنفسنا ونحن نكسب ماتش بكرة ان شاء الله بالنسبة ان الاهي عايز يكسب بكرة فاي طريقة اللعب اللي هيبقى او هيظهر بها الاهلي بكرة عشان يكسب من براه فالكوتش قال طبعا مش هتكلم عن طريقة لعب او ازاي هنلعب احنا عندنا هدف ان احنا نكسب ونحنا في النهاية نحصل تلات نقاط طريقة اللعب دي هنشوف فان شاء الله احنا نحددها السؤال كان بخصوص ان الاهلي هزم الماتش اللي فات خمسة اتنين من سان داونس عالية جدا حوالي 400 الف حاجة زى كده بالعمر بتاعتهم عشان يخصابوا المباراة الاهلي زي ان هو ادر يحافز اللعيب او يعمل لهم دوافع انها يتكسب الماتش ام first of all money is not everything in football and we think the emotions in the football are more important and we think that our players and the experience they have they know that they must play tomorrow i'm very sure that they are going to play a very good game concentrating on the game to have three points and that's the most important thing for us and the players know this and that's what we think about it coach marsticuller قال ان الفلوس مش كل حاجة في الكورة في الدوافع وفي الرغبات وفي المشاعر الجايشة في الكورة وانا اعتقد ان اللعيب بتاعتنا عندها من الخبرات ومن الرغبة اللي مش محتاجين الموضوع يبقى فيه فلوس عشان خطر ان هما يقدوا مواطش كبير انا متأكد ان اللعيب بكرة هتقدم مواطش قمة التركيز وهميروا كل حاجة بكرة عشان ان شاء الله نحصل على التارات النقاط يا زي ما اعتقدك بكدا ان اللعيبات لا نفكرش في الخوص في الكورة في المقرارات كتيرا بتحصلة لازم تتقابل بكل بالحلو والماش في فتبال يحدث الكثير من موضوعات جيدا او خطر فالكالعيب عندنا نتحافز زي ما كولش قال ان احنا متعوقين في مان الان اليمن ما بتلعب بطولا ما بتلعبش في مدش او في سرق مدش فالكالعيب صدق موضوعات كنا نحن هناك تترنبا عاليب كنا نحن حدث مع انا وضع حول التارات فبكرة طبعا تلعب كل اللعا على الدك وانت بتلعب نتلعبشال الشخصة وانت تلعبشالهدف معايد فكلانا كفريق وانت مع بعض روحو احدا فدا فالفترة ده بيحتاج اللاعيب فيها ان يكون جمعي ذهون فترة بطبع طيب هو يعني اللي اتنين اكدوا على همية المباراة وعلى صعوبته على السعودات الخاصة وفي نفس الوقت اكدوا على التركيز والرغبة في عمل نتيجة ايجابية واحنا نرجع نتكلم اهم حاجة عندنا ان احنا نؤدي بما يليق بالنادي الاهلي والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى وان احنا نحاول يكون مصيرنا في ادنا لاخر وقت باذن الله تعالى